في ضربة هي الأقوى لحزب الشعب القدسلطات مكتب المحاسبة الوطنية الباكستانية القبض على زعيم حزب الشعب آصف علي زرداري على ذمة التحقيق في تهم بالفساد وغسيل الأموال وحيازة حسابات مزيفة ضربة تعتبر الأقوى للمعارضة الباكستانية خاصة وأن زرداري كان أول رئيس باكستاني منتخب يتمكن من إكمال فترة ولايته القانونية في النظام الجمهوري يجب ملاحقة الفاسدين أي كان منصبهم وبهذا تستمر الجمهورية سواء كان رئيس وزراء أو رئيس جمهورية كل من يخالف القانون فعليه مواجهة القضاء تبع هذه الخطوة اعتقال حمزة شريف ابن رئيس إقليم البنجاب شهباز شريف الأخ الشقيق لرئيس الوزراء السابق نواز شريف بعد اتهامه بغسيل أموال ضربة ليست الأولى من الحكومة ضد حزب الرابطة الإسلامي الذي أسقط حكومة نواز شريف حزب الرابطة الإسلامي وأعضاء من حزب إنصاف وبقية الأحزاب بدأت التجمع فيما بينها لمواجهة الحكومة وبدأت باتخاذ تحرك في هذا الاتجاه ما ينبئ بتوتر سياسي على وشك الاندلاع وكان رئيس الحكومة عمران خان قد تعهد قبل توليه رئاسة الوزراء بمحاربة الفساد في تحدي يضيفه خان لحكومته التي تواجه كثيرا من التحديات على الصعيد الاقتصادي خاصة إلقاء القبض على قيادات سياسية تاريخية كبيرة هو تحرك لمحاسبة كل من يتهم بالفساد تقول الحكومة وتراه الأحزاب السياسية تحركا يقوض الديمقراطية في باكستان ويبقى السجال السياسي يحمل احتمالات عدة اسماعيل مطر الغد اسلام اباد اشتركوا في القناة